ايضا استعدادا للانطلاق فتحت البوابات واندفعت الحصن المنتجة محليا عمر السنتين التي لم تربح مشاهدين الكرام من علامة 1400 متر وكما تشاهدون ابي يخطف الصدارة من البداية وكذلك المحاولات تأتي لرقم 9 متعالي في المركز الثاني وكذلك الدخول لابن خلدون الان الى المركز الثاني وتراجع لرقم 9 في هذه اللحظات متعالي الى المركز الثالث مع دخول وشاهده الان لمزهود في محاولة ايضا للتقدم في هذا الشوت مشاهدين الكرام ولا زال ابي يأبى الا ان يكون في الصدارة في هذه اللحظات ابي مع محاولات لابن خلدون في المركز الثاني وكذلك مزهود في المركز الثالث في هذه اللحظات مع دخول من الخارج الان وشاهده لوشاح الشرف في محاولة للتقدم بينما أبي في المركز الأول في هذه اللحظات مع المنعطة في الأخير بداية الخط المستقيم الأربعمائة متر الأخيرة في هذا الشوط بدأت المنافسة الآن أبي يحافظ على الصدارة يا أبا إلا أن يكون في المركز الأول بممثل الأبيض لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز ويوسع الفارق بينه وبين البقية ما شاء الله تبارك الله الانطلاق بشكل مستقيم لأبي يا أبا إلا أن يكون منتصرا في هذا الشوط أبي لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز مع محاولات في المركز الثاني لكميخ وكذلك رقم 17 قايد النخبة في المركز الثالث وأبي في المركز الأول